في نهاية نفق طويل وبئياً ومؤلم اجتماعياً دام عامين من الركود الاقتصادية أسواق المال والأعمال عبر المعمورة تتفاجأ بسلالة أوميكرون الجنوب إفريقية عصفة بتداولات أسعار المواد الأولية بالخفاض أسعار سلة المعادل بـ 3% في جلسة واحدة في المقابل فقدت أسعار الغذاء نحو 3% ونصف نقطة مئوية متراجعة لأدنى مستوى لها منذ جوليا الماضية انحدار شكلت تسلع صناعية أكبر الخاسرين فيه بفعل تراجع الطلب عليها بتفاقم مخاوف تقطع سلاسل الامداد في وقت بددت تسلالة الجديدة جميع مكاسب تعافي الطلب على النفطة انخفاض حاد وشامل دفع بالكثير من المستثمرين ومنصات التداول لعمليات بيع مكثفة في البورصات العالمية في تحركات شملت حتى التخلي عن الذهب بوصفه أكثر الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات تأثير الجائحة الجديدة القديمة على الأسواق امتد لخلط أوراق السياسات النقدية في كبرى الاقتصاديات العالمية بتزايد الشكوك حول تأجيل محتمى لإيقاف نهج التسيير النقدي الذي تبنه الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي إبان فترة الجائحة وما يترتب عن ذلك من تأجيل قرارات رفع أسحار الفائدة في أكبر اقتصاد عالمي ولدى المجموعة الاقتصادية الأوروبية الموحدة ترجمة نانسي قنقر